يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الدعاة اليوم يقولون لا تدعو الكفار من النصارى ونحوهم لا تدعوهم بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به أصلا ولكن ناقشوهم بالعقل وبأدلة أخرى على وحدانية له حتى يؤمنوا ثم بعد ذلك تدعونهم بالقرآن فهذا الكلام الصحيح ندعوهم للجميع ندعوهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه في كتابهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف ينامون وهذا عيسى عليه السلام أوصى لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد نحن نجادلهم بما في كتابهم نعم ترجمة نانسي قنقر